صادف يوم أمس الأربعاء اليوم الدولي الذي اعتمدته الأمم المتحدة قبل أكثر من عشرين عاماً للقضاء على العنف وكافة أشكال التمييز ضد المرأة وبهذه المناسبة شارك الأردن العالم بهذا اليوم العالمي حيث تأتي هذه الذكرى كما يقول حقوقيون في ظل جائحة زادت من حالات العنف ضد المرأة بكافة أشكالها نحن كجمعية نساء ضد العنف ونحن الأردن جزء من العالم للأسف نحن نلاحظ أن ظهرة العنف هي بازدياد عنا وخاصة في ظل جائحة كورونا نحن نلاحظ أنه كجمعية الحالات التي راجعتني صار ارتفاع بنسبة 10% عن حالات السنة الماضية في جائحة كورونا وهي العنف الأسري والذي دائماً كان فيها المعنف للزوجة وخاصة في الحضر الذي حصل في هذه الفترة لأنه كانت الزوجة محاصرة في البيت مع زوجها هاي أولانا وتانياً سبل التواصل معنا كانت سبيض ضعيفة بخاصة أنه إحنا الأردن أو العالم ما كان مهيئ لهذه الجائحة لذلك لجأنا أنه بطمننا أنه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المديني والمتحد كنا ويكون عندنا التواصل عن طريق شبكة إلكترونية حتى نستطيع أن نقدم المساعدات مع أنه استطعنا إحنا نقدم مساعدات لبعض السيدات عن طريق التواصل الاجتماعي وبالإضافة إلى أنه تم تحويل بعض الحالات إلى حماية الأسرة والتي تفاعلت معها نشكر التنمية الاجتماعية وزارة التنمية الاجتماعية اللي فعلت خطوط ساخن لبعض السيدات والتي كان فيها العنف لا نستطيع أنه إحنا تتحملوا السيدة